ايها الأحرار العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكل الشعوب العربية وللأحرار العرب كل يوم السيسي بينافس نفسه في الافترى لدرجة ان المصريين تقدر تقول كده بلغة ألعاب الفيديو جيمز وصلوا لليفل الوحش الليفل اللي فيه الحاكم بيظلم ويسجن ويقتل ويعزب ويخون بلده يبيع للصهاينة ويتخلى عن أرضها ماشي ده فوق ده بقى كمان بيفتري على الناس ويطلع عينهم غلى فواتير وضرائب وافتكاسات رهيبة تطهق الغلبان وتجوع الشبعان عزيزي المواطن المصري سواء كنت مع السيسي أو ضد السيسي تعال اسألك بقى يا ترى السيسي عمل ايه المفتري تاني افترى بيه على الناس ناخد من الناس دول الموظفين كان عندك خبر في مايو بيقول جدل في مصر بعد قرار الحكومة خصمه واحد في المية من الموظفين لجمواجهة كورونا خبر اهو خبر اهو ايه ده يا راجل خدطني وجاي تقول ليفل الوحش يا راجل ما احنا عارفين الخبر ده من زمان لا 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 تعال بس خد الجديد بقى الواحد في المية دول بقوا من نهاردة واحد وثلاثين في المية ازاي تعال بقى شوف الخبر ده المالية بتقول يا حضرات أو وزارة المالية وزارة المالية بتقول الانتهاء من تحويل جميع بطاقات صرف الرواتب الحكومية الى بطاقة ميزة نهاية ديسمبر المقبل يعني اول ما هيحصل ديسمبر هيكون جميع الرواتب بقت ببطاقة ميزة كلام جميل ايه المشكلة في ده بقى ده كفد الافترة طيب المالية بتقول يا حضرات اتاحة تلاتين في المية من راتب الموظف مقدما في بطاقة ميزة انت مش شايف ايه افترة ما هو ما فيش افترة فعلا لما انت مرتبك هيجي لك قبل المرتب هيجي لك منه تلاتين في المية فين المشكلة قدر خبر اهو خبر حلوة قوي انتوا بس اللي عايزين تستادوا للسيسي وتقول لي في الوحش اتاحة تلاتين في المية من راتب الموظف مقدما ببطاقة ميزة لاستخدامها في المشتريات ايه المشكلة فين المشكلة يا خوانة يا ارهاب لا 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 المشكلة بقى المشكلة اصلاك انت هتقول لي المشكلة ان تلاتين في المية دي هو الفررات ببطاقي في حسابي ايه المشكلة لا اسمع بقى الخبر بيقولك هزي الخدمة لا تتيح السح يعني انت خدت مقدما تلاتين في المية من مرتبك في بطاقة ميزة لكن اطلع بالتفاصيل ده مبنى وزارة المالية وانت رايح كوبر اكتوبر رايح مدينة ناصر هتعدي عليه اطلع 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 بقى اطلع نشرة في يوم الثلاث اطلع يا سيدي وريني البوكس الاحمر شد حيلك وبحسب البيان يقتصر استخدام الثلاثين في المية في عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع او المواقع الالكترونية حيث ان هذه الخدمة لا تتيح السحب النقضي عبر مكينات الصرف الآلي او فروع البنك موضحا انه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة الراتب المقدم في عملية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة يعني عبدالفتاح السيسي اداك بايد وخد بالايد التانية اداك الراجل الثلاثين في المية مقدما من مرتبك بس ساعتها بقى اول ما تقبضهم هتلاقي حلو الثلاثين في المية دي فكس واقفة تشتري بها بس هبسطها لك يعني لو مرتبك ثلاث تلاف جنيه راح منهم كده تلاث تلاف تلاثين في المية منهم تقريبا تسعمائة جنيه تسعمائة جنيه بقى امرها من الاعتقال ما تقدرش تسرى فيهم غير بالشراء يعني تروح بنك تروح مش عارف ايه تروح سوار ماركت يعني مش هتمسكهم في ايدك مش هتمسكهم في ايدك شوف اللعبة شوف الشيطانة يديك فلوسك مقدما شكرا يا فتاح بس يحجز عليها ليس لك حق صحبها الا انك تشتري بها بس طب انا اللي انا عايز منه الفلوس اللي انا عايزها مش هشتري بيها هديها لحد المدرس هصرف له لا ما فيش الكتب لا ما فيش تشتري بيها بس فعبد الفتاح كده شغل الكارت ده وفي نفس الوقت حكم عليك تسعمائة جنيه استقطاعهم منك تشتري بيهم بس طيب يا طرى المفتري عبد الفتاح السيسي اكتفى بالموظفين ولا اندار على باقي المصريين قابل يا نجم كارثة الشهر العقاري الجديدة اللي هتخلي المصريين شحته اتفضل الصورة دي ده جرافق حضرات هيشرح لك اللي انا عايز اقوله تسجيل الملكية بالشهر العقاري اتنين في المية ونص من قيمة الوحدة لوزارة المالية ضريبة صرفات العقارية يطبق بدءا من ستة مارس خمسمائة جنيه الى الفين جنيه للشهر العقاري حسب المساحة يعني شروط لنقل الخدمة عند البيع او التعامل الحكومة دي حاجة حلو يا نهر عبوكو يا سفد ليه بقى الاثنين ونصف في المية دي معناها ان هم هيورس المصريين بالحي يعني هم احياء يعني اقل شقة بخمسمائة الف جنيه هياخدوا منها اتناشر الف ونصف بس لا مش كده ده الاثنين ونصف في المية دي ده بند واحد بس اللي انت هتتفعه اكتر من كده بكتير جدا اسمع الراجل ده بيشرح لك بنود تسجيل الشقة في الشهر العقاري اسمع مواطن مواطن بيشرح سبوبة تسجيل شقتك وتكاليفة في الشهر العقاري اسمع كده وضع شهر العقاري بقى التسجيل كام طلعوا بقى على التلفزيون امبارحة واول امبارح يقولك ايه ان التكاليف بتاعت التسجيل في الشهر العقاري اقل حاجة خمسمائة جنيه واكتر حاجة الفين جنيه حلو طايم ماش مفيش مشكلة سهلة مقدور عليها اسمعوا بقى التكاليف علشان تعرف تسجيل شقتك في الشهر العقاري بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة سيادتك بتعملها ان انت بتروح بتقدم طلب للشهر العقاري بتدفع فعلا رسم الطلب اللي هم قالوا عليه على حسن مساحة الوحدة ومقسمين مساحة الوحدة تلات اجزاء لو الشقة اقل من 100 متر هتدفع 500 جنيه انما لو الشقة اقتر يعني من 100 متر واقتر هتدفع 1000 جنيه تمام تمام احنا كده سجلنا لا لسه في حاجة اسمها تصديق نقابة المحاميين على العقد بنسبة واحد في المية يعني بنسبة واحد في المية من قيمة العقد يعني لو مثلا شقتك بـ 100 متر مثلا وخلينا نتكلم على شقة زي شقة لو شقة دي بـ 100 متر هنكون مثلا قيمة العقد اللي فيها وليكن فرضا اللي هي 200 الف يبقى تدفع 1% عشان تاخد تصديق من نقابة المحاميين على العقد ده هتدفع 200 الف دول هتدفع 2000 جنيه غير الـ 1000 جنيه اللي احنا دفعناه في الاول بتاع التقديم على الشهر العقاري لحد كده تمام لا لسه في حاجة اسمها ضريبة التصرفات تصرفات 2.5% من امتى 2.5% من اصل 200 الف يعني كام بالزبط كده يعني حوالي 1.5% كده سجلنا لا لسه في حاجة تاني اسمها رسم مساحة رسم المساحة رياد تكلفها 190 جنيه لو الشقة اقل من 100 متر ولو الشقة اكتر من 100 متر يبقى حندفع 380 جنيه ولو اكتر من 200 متر حندفع 570 جنيه واحنا برضه يعني كده خلاص احنا كده سجلنا لا لسه في حاجة اسمها رسم هندسي يعني بيت سبحان الله البيت الشقة اللي انت شاريها بقول لها رسم هدسي كل حاجة اللي اعتابة رسم هدسي تاني ده هيتكلف حوالي 1000 جنيه لا لسه بعد من المساحة ديت بعد يعني بعد من المساحة ما هتخلص هتعمل حاجة اسمها كشف تحديد هتروح ترفع بقى دعوة في المحكمة هتدفع رسوم حسب امتى العقد طيب ايه الرسوم ديت عبارة عن ايه ضريبة ودمغة واتعب محاما ورسم دعوة في عدود من 500 لالف جنيه على حسب امتى العقد والاخرى هناخد المتوسط 750 750 جنيه وبعد كده هتروح بقى الشهر العقاري هتدفع حاجة اسمها الامانة القضائية طب ايه الامانة القضائية دي رسوم تحت حساب شهر الحكم هتدفع 75% منها والباقي لما الحكم يطلع وتيجي تسجله هتدفع 25% طب دي ايمتها كام واربعين في امتين لانها امتين الف هتطلع الايمة حوالي 9000 جنيه فسيادتك هتدفع في البداية 75% منهم اللي هم 6750 في الشهر العقاري وبعد كده هتدفع 2150 بعد الحكم كده سجلنا لا لسه في بقى انت المصاريف اللي تدفعتها كده هي دي كل المصاريف في بقى رقطة لو انت لو ربنا كرمك وخلصت القصة دي كلها في اقل من سنة ورفعت الدعوة واخدت حكم يبقى انت كده هتروح تسجل الحكم وتدفع باقي الامانة القضائية اللي هي 25% على حسن ما احنا زي ما قلنا تمام اللي هي 1250 اما بقى لو انت مخلصتش في سنة هتضطر انك انت تعيد الكرة ديت من جديد ما عاد حاجة واحدة بس اللي هو التسجيل بتاع نقابة المحميين اللي هو بالزبط بالزبط لو شقق 100 متر لو شقق 100 متر هتضطر حوالي 20,000 جنيه هو في ايه حضرتك تقول ده مواطن ومش شاهد بيقول ايه وبتاع بس المواطن ده على فكرة نقل بالنص البوست اللي قاله المحامي واللي زيناه هنا البوست ده كان بتاع احد المحامين المواطن ده نقل البوست بالزبط المحامي اهو اسمه حسين تمام حتى نقله والحرف يعني الراجل المواطن ده الحقيقة لم يجتهد عشان بس حتش يقول لي ده مواطن مايفهمش ده محامي البوست ده بتاع المحامي اللي زيناه هنا من كام يوم يعني المواطن واخد من محامي اللي اصلا فاهم الاجراءات دي كلها تفتكر المحامي ده او الراجل اللي نقل من محامي قال ده قال كده كل حاجة ولا لسه في حاجات كمان هتدفعها بس الاول عندي فكرة رهيبة قوي انا المصريين كلهم بيلعبوا اللعبة دي واتحدى مصري ما بيلعباش لما تيجي تسجل اي حاجة في الشر العقاري عربية اي حاجة بصراحة يعني بتسجل ايمتها الحقيقة يعني بتبقى الشر العقاري بتلتمائة الف جنيه بتخش على الشر العقاري انت والمالك ومعاك العقد والحاجات دي وتكتب في العقد انه العقاري تلتة بخمسين الف جنيه ليه عشان الرسوم الشر العقاري تقل عليك شوية دي حركة الفنانين كلهم عرفينها واعتقد ان تسعين في المائم الفنانين بيعملوا بيسجلوا مبلغ اقل عشان الرسوم الشر العقاري جميل جميل انا هروح بقى اقول ان شاقتي ما تسواش خمسين الف جنيه ايه بخمسين الف جنيه عشان ادفع رسوم بسيطة لا تعالا بقى معلم ده انت طيب قوي انت فاكر السيسي وشلته النور دول مش عارفين القصة دي هيسبوك كده تقول على شقة تمانها ربعمائة الف جنيه تمانها خمسين الف بس انسى الكلام ده مش مع الحرامية دول حرامية ونور خش على الاجراءات بقى قبل ما تروح تقول شقتي تمانها الكام اتفرج على الاجراء ده مثلا اجراءه رسوم محاماة وهندسة ورفع دعوة دليلك لمصيف التسجيل اذا بص كده اديني تفاصيل خبر اذا يا حضراته انت رايح تقول شقتي تسوى ومتسوىش كام الرسوم المطلوبة لتسجيل وحادية السكنان في الشرع العقاري تختلف الرسوم المدفوعة باختلاف كذا رسوم نقابة المحامين ضريبة التصرفات رسم المساحة كل بص رسمة هندسي رفع دعوة من محكمة رسمة الامانة القضائية كل اجراءات دي مطلوب منك خطوات التسجيل الشقة في الشرع العقاري في القانون الجديد كل الاجراءات دي حضرتك مطلوب منك ده في المصر اليوم ليه بقى مطلوب منك لانه عارف انك ممكن تيجي تقول على شقة في الزمالك تمانها تسعة مليون يلي تقول والله العظيم خدتها ورس النبوية بيقوا شراء ايه كلام دفعني مئة الف جنيه بس وهي تمانها تلاتة أربعة خمسة مليون فهو عارف انك انت ممكن تضحك عليه فعشان ما تضحكش عليه ويضمن انك انت هتجيب السير حقيقي عامل لك بقى راس مهندسي وعمل لك مساحة وعمل لك وعمل لك بحيث انك تروح تلبس مبلغ فعلا ادي تسجيل الشقة في الشرع العقاري المستندات والرسوم المطلوبة خليها نشوف كده العب تسجيل الشقة في الشرع العقاري المستندات والرسوم المطلوبة انت رأي تروح عشر العقار تقدم أصل البيع لتدائل العقار محل البيع تجيب شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ما فيوش مخالفات هتقدم سورة البطاقة الرقم القاومي البايع والمشتري مع التلع على الأصل كتاب طلب تسجيل التسجيل العقاري مرفق بالتكاليف التكاليف الضريبية الضريبة العقارية هتقدم كشف مساحي الوحدة في حال تغيير أوصاف العقار المراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشارة العقد تحريق عقد على الوراء الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفات عقد دي رسوم تسجيل شقة أو دي إجراءات رسوم تسجيل شقة تخيل بقى يا حضرات الراجل عارف أنك أنت هتعمل مع الحركة دي مين فينا مراحش الشهر العقاري أنا بسأل مين فينا مراحش الشهر العقاري ويبقى شارع عربية تماما 300 ألف جنيه ويبقى 50 ألف عشان الرسوم تقلم هو بقى عشان يضمن أنك ما تعملش في الحركة دي طلب منك مجموعة إجراءات كتير جدا لأنه حرامي أصلا اشتركوا في القناة